حياكم الله مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا تغطية خاصة للانتخابات الأمريكية ضمن هذه الحلقة من استيديو التاسعة عبر القناة التاسعة أهلا ومرحبا بكم دائما وبضيفنا فيها الباحث السياسي والأكاديمي الدكتور محمد المصري سيكون معنا طيلة هذه الحلقة لنتابع آخر تطورات هذه الانتخابات الموصوفة بالتاريخية اليوم أو بالانتخابات الأهم في التاريخ الأمريكي قبل أن نبدأ الحوار والنقاش دعونا نتابع هذا التقرير أمريكا بعد ترامب ليست أمريكا قبله هكذا يرى مراقبون مختصون في علم الاجتماع السياسي وضع المجتمع الأمريكي الذي أدخله ترامب في نفق الشعبوية والاستقطاب الحاد وأيا كان الرئيس القادم فإن نشوة الانتصار أو ثورة الغضب ربما تلقي بتبعاتها على المجتمع الأمريكي الذي وصل حزبه الرئيسان إلى مرحلة غير مسبوقة من رفض الآخر ووضع العرقيل أمامه أكثر من 95 مليون أمريكي يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسة أمريكية لا تبدو كسابقاتها ومن المتوقع أن يمثل هذا الرقم أعلى مشاركة انتخابية في التاريخ الحديث بنسبة 69% من إجمال المشاركين بالتصويت في الانتخابات عام 2016 وحسب استطلاعات الرأي في الشهور الماضية فقد ظل المرشح الديمقراطي جو بايدن متقدما على الرئيس جمهوري ترامب الذي وعد أنصاره بتكذي بهذه الاستطلاعات الجدير بالذكر أن المتنافسين يحتاجان إلى الوصول إلى الرقم السحري المتمثل بـ 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي كما يتركز الصراع بينهما بحسب خارطة للانتخابات في ثماني ولاية هي أريزونا وفلوريدا وجورجيا وماين وكارولينا الشمالية وأوهايو بما مجموعه 96 صوتا انتخابيا عن كل ولاية وكانت استطلاعاته نواية تصويت بحسب موقع ريال كلير بوليتيكس قد أشارت في وقت سابق إلى تقدم جو بايدن بحصوله على 51% من نواية التصويت متقدما بـ 6.7 نقاط على دونالد ترامب الذي حصل على 44.3% ترامب الذي ندد باستطلاعات الرأي واتهم مواقعها بالتزوير أبدى ثقته في النصر وقال أمام أنصاره في فايدفيل بولاية كارولينا الشمالية في اليوم الأخير من الحملة غدا سنفوز بأربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصادر مطلعة قولها أن ترامب أبلغ مقربين منه عزمه إعلان فوزه المبكر مساء الثلاثاء الثالث من نوفمبر 22 إذا وجد مؤشرات على تقدمه ولن يسمح بأن تسرق منه الانتخابات كما حدث مع أشخاص آخرين مما حاد بشركة تويتر إلى إعلانها أنها ستضع علامة تحذير على أي تغريدة ينشرها أحد المرشحين أو حملتهما أو غيرها من الحسابات المؤثرة التي تحاول إعلان الفوز قبل إعلان النتائج الرسمية كما سيتم تحويل المستخدم إلى الصفحة الرسمية للانتخابات حالة التربص النتيجة عن الاستقطاب في المجتمع الأمريكي وصلت إلى حد خروج أنصار ترامب لاستقباله بعرابات المدرعة وإسلحة الرشاشة وصار من الطبيعي أن ترى الواجهات الزجاجية للمحال التجارية مغلقة بالحديد أو بالخشب المقوى خوفا من اندلاع أعمال عنف أو شغب في سابقة جديدة في الديمقراطية الأمريكية دفعت مدير الاستخبارات السابق جون برينان إلى اتهام ترامب بترويج الأكاذيبي وزرع الخوف بين الناخبين وتقسيم المجتمع تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدين الكرام نعود ونرحب بضيفنا الباحث السياسي والأكاديمي دكتور محمد المصري دكتور محمد أهلا ومرحبا بك معنا من جديد مصر خلل حضرتك ولمشاهدين الكرام حياك الله كل الأنظار تتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية نحو الولايات المتأرجحة إذا بدأت خصوصا التي ستحسم النتيجة وستحسم اسم سيد البيت الأبيض ما هو العنوان في أمريكا اليوم؟ باختصار العنوان في العالم الآن الانتخابات انتخابات القرن انتخابات القرن؟ نعم لأنه ستؤثر ليس فقط على الداخل الأمريكي ولا على هوية أمريكا يعني تعريف أمريكا لذلك حملة أو عنوان بايدن كان في حملته الانتخابية كان استعادة وجه أمريكا أو هوية أمريكا وهذا أمر له يعني فيه خلاف فلسفي كبير بالنسبة لموضوع الداخل الأمريكي الأمر الآخر بالنسبة للسياسات الخارجية الأمريكية وتأثيرها على دول العالم نحن نعرف أن الآن أصبح العالم في مرحلة من الانقسام التي أصبحت فيها أمريكا تؤثر على أكثر من ملف هناك ملفات ساخنة جدا في الشرق الأوسط متعلقة بالكيان الإسرائيلي متعلقة بالدول العربية متعلقة بإيران ومشروعها الخارجي هناك بعض الملف الأخطر الذي تواجهه أمريكا وتعتبره أولوي الآن هو الملف الصيني وتقدم الصين هناك ملف متعلق بعلاقات أمريكا مع أوروبا هناك أيضا صراع الدائر في بعض الساحات بين أمريكا وفي وجه تمدد المشروع الروسي الكثير من الملفات الخارجية صراحة التي تنتظر ما ستصفر عنه هذه الانتخابات ومن سيشغر البيت الأبيض ولهذا يعني لأنه من سيشغر البيت الأبيض سيحدد أو سيكون له الدور كبير وهذا خلاف خلاف النظام السياسي في أمريكا للأسف هناك تغير في النظام السياسي الأمريكي سيشغر أو سيأثر على الملفات الخارجية لماذا هذه المحطة الانتخابية شهدت كل هذا الزخم كل هذا التحشيد كل هذا الاستفاف لماذا؟ هناك أكثر من عامل صراحة متعلق بهذا الموضوع عامل يتعلق بشخص ترامب يعني شخصية ترامب شخصية جدلية جدا أدائه السياسي مختلف عن كل الرؤساء السابقين هو أقرب إلى شخصية أنا دائما أقول أنه أقرب إلى شخصية استعراضية من كونه سياسيا أدائه السياسي أثار الكثير من حفيظة الأمريكان قبل غيرهم الرجل يعني غير من السياسات الخارجية الأمريكية أعطى يعني أو فلنقول يعني لم تكن السياسة الخارجية أو سياسة أمريكا بشكل عام في عهده لم تكن موسومة بالهوية الأمريكية التقليدية السياسية هذا عام الأول العامل الثاني العامل الداخلية يعني ما استجد على أمريكا من ناحية الاقتصادية من ناحية انتشاء وباء كورونا الأمر الثالث متعلق بالملفات الخطيرة التي تواجه أمريكا على المستوى الخارجي على المستوى الخارجي أقول الإقليمي ويعني في داخل القارة الأمريكية وعلى مستوى العالم بشكل يعني كتام كما قلت لك يعني في الشرق الأوسط هناك في شرق آسيا وفي أقص آسيا عندك في أوروبا وفي مناطق أخرى لذلك هذه الانتخابات صراحة يعني أنا برأيي أنها كما قلت لك هي انتخابات قرن ولكن أعود وكد على الأمر أنا دائما أحب أن أنبه إليه أنه أهمية هذه الانتخابات في الداخل الأمريكي قد تكون العوامل الأكبر يعني أكثر من 90% منها مرتبط بأمور داخلية أمريكية لأنه كما أقول دائما الناخب الأمريكي ليس معنيا كثيرا يعني كثير كثر من الأمريكان الذين يذهبون إلى الانتخابات الأمريكية بحماسة كبيرة قد لا يهتمون كثيرا بالسياسة الخارجية الأمريكية مزاج الناخب الأمريكي يختلف كليا عن ما يقرأه ربما غير الأمريكيان من الخارج البعض قد يحاول أن يقرأ السياسة الأمريكية انطلاعا من السياسة الخارجية الأمريكية وهذا خطأ لأنه الناخب الأمريكي لا يهتم كثيرا ربما بنقل سفارة الكيان الإسرائيلي إلى القدس أو سفارة أمريكية لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس أو ربما بصفقة قرن أو غيرها من الأمور يهمه على المستوى الداخلي تأمين فرص العمل يعني مفعيل الدولار الأمور الاقتصادية ربما الآن مرت كورونا وانتشاروه في أمريكا لكن فيه في ملفات خارجية تحرك قسما من الناخبين يعني الملف الذي ذكرته هذا يهم اللوب الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية يعني فلنكون واضحين أكثر هنا اللوب الصهيوني بالمعنى هم جزء من الناخبين نعم بالمعنى السياسي وهم متركزون في ولاية متعددة ولكن بعض الولايات الكبرى يعني لا تهتم كثيرا بالسياسة الخارجية خلق يعني في محطات في السياسة الأمريكية كانت هناك تأثير بملفات خارجية خصوصا الملفات المتعلقة بمشاركة مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية في حروب لأن هذا يؤدي إلى خسائر بشرية فبالتالي تصبح هذه العوامل يعني مؤسرة في الانتخابات كما حصل ربما أيام التدخل أو أيام حرب فيتنام أثر هذا الملف الخارجي بقوة على الانتخابات الأمريكية فبالتالي نعم هذه الملفات أو الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية قد تهم شرائح ولكنها ليست مؤسرة كثيرا يعني الآن حتى اللوبي الصهيوني كم هو مؤسر في الداخل الأمريكي اللوبي الصهيوني يؤسر في السياسة الخارجية ولكن على مستوى السياسة الداخلية الأمريكية ليس له التأثير الكبير يعني نعم هو يؤسر كما قلت لك على السياسة الخارجية باعتبار أنه وازن في بعض الولايات ولكن نحن نتكلم عن الانتخابات الأمريكية انتخابات معقدة يعني هي لا تهتم أو غير معنية فقط بالالتفات إلى ولاية تنبيعينها وإنما السقة الأكبر متوسعة هذا الجانب مهم في حوارنا حقيقة انتحدث عن العوامل المؤثرة على الناخب الأمريكي في هذه الانتخابات لكن قبل أن نفصل في هذا بما أنه بدأنا بتوصيف العملية الانتخابية باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق وصفها بأنها الأهم في التاريخ الأمريكي نعم كما قلت لك لماذا؟ لأنه يعني ذكرت أنه بايدن كان عنوان حملته أنه استعادة هوية أمريكا نحن ننسى أنه هناك صراع تاريخي ما بين الحزب الجمهوري الذي هو حزب محافظ كونسرفاتيست يعني هو حزب إيديولوجيته السياسية إيديولوجية محافظة والحزب الديمقراطي الذي يتبنى أو الذي هو ليبرالي ليبراليست يعني هو إيديولوجيته السياسية ليبرالية الآن الديمقراطيون يركزون بشكل كبير على أنه في عهد ترامب تم القضاء على هذه الروحية الليبرالية الموجودة في أمريكا أستاذ علاء إذا أردنا أن نقرأ صراحة هذا الموضوع يعني هذا الجدل الفلسفي داخل الفلسفي السياسي داخل أمريكا نحن لا ننسى أنه أمريكا خاضت حربا باردة ضد كيان يتبنى الإديولوجية الماركسية أو الشيوعية اللي هو الاتحاد السوفيتي وكان عنوان هذه المواجهة أن أمريكا هي التي ترفع يعني شعار الليبرالية في العالم وهي التي تترى أسمته بالعالم الحر لذلك عندما سقط الاتحاد السوفيتي في التسعة وطنين أو غير تسعة وطنين بداية تسعين كتب بعض الفلسفة السياسيين مثال فقيام وغيره تكلموا عن نهاية التاريخ بأنه الآن وصلنا إلى أفضل وأرقى ما أنتجه العقل السياسي البشري وهي الليبرالية الآن هناك أحساس داخل أمريكا هذه التي ورثت هذه المعركة الفلسفية يعني إلى جانب أيضا المعارك الاقتصادي وغيرها ضد الاتحاد السوفيتي أن هناك تهديدا حقيقيا لهذه الليبرالية في عهد ترامب هناك تكميم الأفواه هناك تشجيع للعنصرية العنصرية تتناقض من حيث المبدأ فلسفيا مع مبدأ الليبرالية هناك يعني اعتبروا أن ترامب عبث بهذا الإرس يعني بهوية أمريكا التي هي يعني هوية الليبرالية وبالتالي كان شعار بايدن أننا نريد أن نستعيد هذه الهوية الأمريكية الليبرالية يعني كما يقول بايدن فبالتالي لذلك هناك جهد يعني هناك جهد كبير منصب من قبل الديمقراطيين لمواجهة ترامب يعني لك أن تتخيل أنه كان شعار الديمقراطيين آن الأوان أن ينتهي العبس أن ينتهي العبس والكراهية والعنصرية في أمريكا وأن يحزم ترامب أمتعته ويخرج من البيت الأبيض هذا هو الشعار وهذا هو المنطقة صحيح والاستطاف واضح وأباما بكل صراحة طبعا دعا إلى انتخاب جو بايدن وهو بأبيعة لحال نائبه السابق صحيح وربما هذه أستاذ علاء من المرات ربما القليلة التي ترى رئيسا سابقا يدخل بهذا الزخم القوي إلى التأسير في الانتخابات الأمريكية يعني براك أوباما انضم إلى الماكينة الانتخابية إذا بدك لجو بايدن نعم أنا كنت سأعلق سأذكر هذا الفيديو ولكن من الجيد أنك مضعتمه وهو مهم جدا له دلالة كبيرة على المستوى السياسي أوباما لم يدخل فقط عبر خطابات للتشجيع هو الآن يقوم رمزية هذا الفيديو والتعمد بتصويره ونشره أن أوباما يقوم يعني بدور حثيث جدا تخيل أنه يقوم بالاتصال بمواطنين أمريكيين ليحثهم على التصويت لبايدن هذا يعكس لنا الجو الداخلي داخل الحزب الديمقراطي وحدت المنافسة نعم حدت المنافسة وإحساسه أن ترامب حسب ما يزعم للحزب الديمقراطي كم أن ترامب أثر حقيقة على الهوية السياسية أو وجه أمريكا السياسي من حيث كونها بلدا يعني ترفع راية الليبرالية إلى اتهامه بأنه هو من عطل الليبرالية ويعطل الحريات وربما أستاذ علي يعني من المفارقة أنه لأول مرة في تاريخ يعني أمريكا الآن هناك ربما السؤال الأكثر تردادا اليوم في هذا اليوم والانتخاب الطويل أنه هل سنشهد اضطرابات بعد الانتخابات الأمريكية أو بعد إصدار النتائج أم لا تخيل أنه في بلد يرفع راية الديمقراطية ويتزعم ما يسمى بالعالم الحر يتساءل أنه هل سيتم هناك أو سيكون هناك استسلام لنتائج ديمقراطية أو الانتخابات الديمقراطية وانتقال سلس أم ستكون هناك اضطرابات هذا السؤال بحد ذاته يعني يدلل على عمق المشكلة الحقيقية في المجتمع الأمريكي تمام جو بايدن من جهته شن هجوما شديدا على ترامب قبيل الانتخابات سنتابع هذا الفيديو معك ونحن نتحدث عن حدة المنافسة وحدة السباق دكتور محمد وسنأتي إلى ما أشرت إليه بموضوع نعكاس هذه الحدة على الشارع لأن المشاهد بالفعل لافتة جدا بتتابع بعض الفيديوهات بتفكر أنه عم تتبعها ببلاد أخرى وليس في الولايات المتحدة الأمريكية نتابع ما قاله جو بايدن هذا الهجوم الشديد من بايدن على ترامب قبيل الانتخابات لغة التخاطب في المناظرات أو في الخطابات يعني هذا يدافع عن ابنه بايدن وترامب يهاجمه بموضوع العراق وغير ذلك وتفاصيل ونعت بصفات وكما تبعنا هذا الخطاب طبيعي وانعكاسه على الشارع الآن والمشاهد التي نراها لانعكاس أيضا طبيعي لا يعني هناك أستاذ علاء متخصصون في السياسة الأمريكية يعني متخصصون سياسيون يختصون فقط في المناظرات الأمريكية المناظرات الأمريكية هي جزء من نظام الاقتراع أو النظام الانتخابات الأمريكية بسبب المناظرات الرئاسية هذه المناظرات المتخصصون في هذه المناظرات كانوا يتكلمون أن ما شهدناه هذا العام في هذه الانتخابات حقيقة قد يكون غير مألوف في السياسة أو في الحياة السياسية الأمريكية يعني المناظرة الأولى كلنا نتذكر كان من المقرر أن تكون هناك ثلاث مناظرات حصلت المناظرة الأولى ثم أصيب ترامب بوباء كورونا ثم جرت مناظرة أخرى المناظرة الأولى كانت وكسة في حق المناظرات أو في حق السياسة الأمريكية صراحة كان فيها كم من الشتائم وتبادل للألفاظ السيئة والوصف بألفاظ مشينة وقزعة صراحة هذا غريب ربما قد يكون إلى حد ما على السياسة الأمريكية المشكلة ليست هنا هذا يدل ربما في السياسة على احتقان وعلى مدى الشرخ الكبير ما بين التوجهين وعلى حدة المنافسة بينهما ولكن المشكلة ليست هنا المشكلة كيف يتلقف الشارع الأمريكي هذا الأسلوب وكيف يترجمه على الأرض أستاذ علاء ربما أتذكر حضرتك في إحدى الحلقات قمت معك واستضف حضرتك أحد المتخصصين في السياسة الأمريكية نقل كلاما خطيطا ربما أدى إلى اندهاشنا نحن الذين نتابع من الخارج فلنقول عندنا انطباع عام عن السياسة الأمريكية وعن الحياة الديمقراطية الأمريكية تذكر حضرتك أنه تكلم عن حركة تسلح في أمريكا نحن نعرف أن القانون في أمريكا يسمح للمواطنين حقيقة أمس أمس كان مع الأستاذ محمد عويس نعم وحدثنا عبر سكايب من يخته الخاص نعم من وقتها كان في يخته من وقتها صحيح يعني أكثر من ثلاثة أسابيع وشهر قال أنه مستعد كي يعني يذهب بعيدا في عمق البحر هربا من الاضطرابات هكذا قال على الهواء نعم واخد معفول وحمص ومعلبات نعم أستاذ علاء حقيقة ما يسمع هذا الكلام ربما هو عنده والانطباع العام عن الأمريكا ربما يظن أن هذا الكلام مبالغ فيه ولكن فلننظر اليوم في هذا اليوم الذي كان فيه عدد كبير من المراصلين ربما لا نبلغ لو قلنا أن كل العالم اليوم كان مهتم بالانتخابات الأمريكية وكانوا منتشرون المراصلون كانوا منتشرين في الشوارع الأمريكية حقيقة كانت هناك صور يعني هي غريبة عن الانطباع العام للسياسة الأمريكية لك أن تتخيل أن هناك محلات ومتاجر في أمريكا كانت حصنة واجهاتها خوفة من دلاع عمال شغب يعني أنت تتخيل أن هناك حركة شراء كبيرة لأسلحة حتى أن كبريات الشركات الأسلحة كانت قد منعت أو أصدرت قرارها بأنها ستمنع أو ستكتفي بعدم بيع الناس للسلاح حتى لا يكون هناك انتشار كبير للسلاح ثم أنا برأيي حصل ضغط عليها لأنها في اليوم الثاني تراجعت عن القرار أنا برأيي أن لوب السلاح في أمريكا والشركات التي يعني ماشي سوقهم ممليح حاليا دعم طبعا طبعا هناك حركة شراء سلاح كبيرة جدا جدا في أمريكا هناك تخوف كبير هناك خطاب عن بعض الميليشيات التي بدأت بالانتشار وهي مسلحة نحن نتكلم هنا عن مجموعات متطرفة أمثال براود بويز وغيرها من الحركات اليمينية البيضاء المتطرفة العنصرية وأيضا هناك بعض اليساريين الذين أيضا ايضا في كلام عن عنتيفة أيضا أيضا يعني نحن نتكلم عن جو أنا باعتقادي أن الإعلام هنا يلعب دور كبير يعني نعم الصورة هي في تضخيم لهذه المسألة هذا ما كنت أنا أريد أن أقول له لا شك أن الإعلام يلعب دورا كبير في تضخيم هذه الظاهرة أنا باعتقادي أنه لا يمكن أن نذهب كما يقول البعض إلى حرب أهلية حرب أهلية نحن نتكلم هنا عن دمار للمؤسسات السياسة والمجتمع الأمريكي هناك انقسام بشكل كبير هناك ربما انهيارات للمؤسسات الأمنية أنا برأيي لا نصل إلى هنا يعني المؤسسات الأمنية في أمريكا متماسكة وقوية حتى الآن حتى الآن أقول هي متماسكة وقوية وقادر على مواجهة على الأقل حرس الوطني قادر على مواجهة هذه الحركات ولكن ممكن أن نشهد اضطرابات نعم ممكن أن نشهد وأنا أرجح أن نشهد اضطرابات إذا كان هناك فوز لبايدن يعني نسبة قليلة على ترامب لأن ترامب لن يتراجع ولن يسلم كما قال هو يعني كما قال هو إيماء وليس تصريحا بسهولة لذلك نعم قد تحصل يعني هناك تداعيات لفوز ترامب وهناك تداعيات لفوز بايدن أنا أظن أنه إذا فاز ترامب يعني لن يكون هناك يعني اضطرابات يعني كما إذا فاز بايدن يعني إذا فاز بايدن هناك سيناريهات إما أن يفوز ترامب وإما أن يفوز بايدن هذه الاحتمالات العقلية إذا فاز بايدن بفرق بسيط جدا أنا برأيي أن الأمور ستكون صعبة جدا لأنه ترامب لن يتنازل بسهولة وهو قد بدأ بالتحضير لا خلينا حتى لا يعني نستبق الأمور سنأتي إلى هذه النقطة أيضا لكن حتى ننهي موضوع الإضطرابات والخوف من الإضطرابات الفيديوهات كثيرة والصور التي تعكس صورة لا ندري إن كانت ببعض المدن أو ببعض المناطق حصرا أو هو جو منتشر حاليا في واشنطن ربما كانت الصورة واضحة خلينا نتابع معك هذا الفيديو لحماية المتاجر من العنف المحتمل في الولايات المتحدة الأمريكية تفضل المشاهدين نقلنا عن تارتي عربي مشاهد لافتة جدا نعم أنا أقول لك منذ دقائق أنه هناك تحصين للمحلات أو للمحلات التجارية في أمريكا هذه الصور نحن شاهدناها بشكل كبير جدا من قبل المراسلين يعني بعض المراسلين تعمد أن ينزل إلى بعض الشوارع التي فيها هذه التحصينات وقام بنقل الصور بشكل مباشر لا ننسى أستاذ علاء أن أمريكا منذ أشهر شهدت حالة انطرابات كبيرة عقب مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي الذي قتل بطريقة وحشية جدا وكانت هناك ردات فعل على هذا العنصرية ما تدعى لبعض أنها عنصرية ضد السود وقامت هناك حركات كانت هناك حركة اضطراب كبيرة جدا جدا أدت إلى حركة نهب كبيرة جدا في أمريكا الآن هناك تخوف من أصحاب هذه المحلات والمتاجر من أن الجو السياسي الداخل أو الجو الأمني ليس مريحا بشكل كبير جدا خاصة مع هذا التنافس الكبير خاصة مع أن الحزبين الرئيسيين المتنافسين في هذه الانتخابات يعني قد وضعوا كل كواتهما في هذه الانتخابات واعتبر أنها انتخابات مفصلية ومصيرية فبالتالي هذا التشنج انتقل إلى الشارع وهناك خشي حقيقة أنه إذا كانت هناك بغض النظر عن النتيجة إذا لم تعجب فريقة من الأفريقاء ربما تؤدي إلى اضطراب أنصار هذا الفريق وإن كان حتى الآن الظاهر أن أنصار ترامب هم الذين مستعدون أكثر للقيام بهذه الاضطرابات بس الآن لما نتحدث عن حجم التسلح هنا وعن جماعات أو ميليشيات حتى مسلحة حجم هذا الخطر؟ أستاذ علاء هو لا شك كما قلت لك يعني هو حجم الخطر أنا برأيي أنه الأعلام الذي تكلم عن حرب أهلية هو بالغ بهذا الموضوع يعني حرب أهلية أن تتكلم كما قلت لك عن انهيار تنفي المؤسسات الداخلية الأمنية والسياسية والاجتماعية وغيرها أنا برأيي أنه المؤسسات الأمنية الأمريكية قادرة على الوقوف في وجه هذه ما يسمى بالميليشيات هذه الميليشيات المناصرة للأحزاب السياسية دعنا هنا ندخل في تفصيل هذه الميليشيات يعني بمعنى هل هذه الميليشيات حقيقة تملكوا الإمكانيات التي تؤهلها أن تقوم بدور تخريبي كبير في الداخل يؤدي إلى انهيار المؤسسات الأمنية وعدم قدرتها على مواجهتها أنا لا أعتقد ذلك يعني هو القانون الأمريكي يسمح باقتناء الأسلحة على المستوى الفردي ولكن لا يصل إلى حد السلاح المتوسط أو السقيل الذي يؤدي إلى تغيير في الواقع الأمني يعني ما زال الحرس الوطني قادر بكل سهولة على ضبط هذه الاضطرابات لكن المشكلة ليست هنا المشكلة أن حدوث نفس الاضطرابات سيؤدي إلى تأخير في السياسة الأمريكية سيؤدي إلى شرخ على مستوى الداخل الاجتماعي الأمريكي سيؤدي إلى مشاكل ربما لن تخرج منها أمريكا قريبا وتؤثر ربما على ملفات داخلية خاصة اقتصادية وأيضا على ملفات خارجية لأنه دائما عندما يكون بلد عنده اضطرابات داخلية هذا الأمر سيؤدي إلى تأخره وانكفائه عن بعض الملفات الخارجية التي قد تكون طارئة وأساسية بالنسبة للإستراتيجية القومية الأمريكية لكن هنا بالتحديد مثلا عن أي سيناريوهات نتحدث هل يمكن مثلا والله أن تحدث اشتباكات مسلحة بين الأنتيفة ومليشيا أخرى يعني أنا برأيي أستاذ علاء هل يمكن أن يتم اقتحام البيت الأبيض مثلا من قبل أنصار أحد المرشحين لا أظن أن الأمر قد يصل إلى هنا يعني فيه احتياطات أمنية كبيرة حول البيت الأبيض وإغلاق أستاذ علاء الباري حقام شخص واحد في فيينا بعملية معينة مسلحة هو شخص واحد يعني هو ما يسمونه بالزيئة المنفردة أدى إلى استنفار كل فيينا كل نمسا دائما في هذه الأحداث الأمنية أو الاترابات المفترضة أو المنتظرة لابد لأي بلد فيه مؤسسات أمنية أن يرفع حالة تأهب وأن يكون هناك إجراءات أمنية على مستوى كامل البلاد فما بالك بهذه الانتخابات التي شهدت حقيقة نحن أكثر من عام الآن نشهد حول نوع من الصراع الكلامي والانقسام الكبير في المجتمع الأمريكي تحضيرا لهذه الانتخابات التي بدأت اليوم أو التي كانت اليوم لذلك نعم الموضوع خطير أنا برأيي أن الأمر سيقتصر ربما على اشتباكات مسلحة بأسلحة فردية بين أطراف الميليشيات يعني لا يلبس أن تتدخل القوى الأمنية لفضها ربما هجوم على بعض المناطق الموالية لفريق ضد فريق ربما نعم حركات نهب ربما تقوم بعض العصابات بانتهاء هذه الفرصة والقيام بعملية نهب وصرقة وكذا هذا الموضوع قادر المؤسسات الأمنية على ضبطها ولكن المشكلة أين؟ أن الأجهزة الأمنية حتى تتدخل لا بد أن يكون هناك حدث أمني يعني الحدث الأمني بلش بدأ تدخل القوى الأمنية نعم سينهي هذا الاضطراب ولكنه سيترك أثر يعني هذا الاضطراب بدأ سيترك أثر ربما تحصل اشتباكات لدقائق يذهب فيها قتلة يتدخل حرص الوطني يفضل هذا الاشتباكات ولكن هؤلاء القتل الذين سقطوا وهذه الدماء التي سقطت وهذا الدمار اللاحيقة في المنطقة التي حصل فيها اشتباك هذا الأثر النفسي قبل الأثر المادي من سيمحيه؟ يعني هذا سيترك أثر في المجتمع الأمريكي هلأ كثرة أو قر هناك قسام مجتمعي طبعا 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 في كل بيت؟ نعم يعني قد يكون في كل بيت اليوم أنا كنت أتسمع إلى بعض المراسلين الأمريكان حقيقة لك أن تتخيل نقلوا حادثة أنا لا أدري أن تكنت هي ظاهرة في المجتمع الأمريكي ولكن هم قالوا حادثة أن هناك إمرأة قالت أنا سأذهب إلى أنتخب فلان فأجابها ابنها أنت لست أمي يعني لك أن تتخيل بغض النظر عن هذه إذا كانت ظاهرة أو غير ظاهرة ولكن الانقساب إلى هذه الدرجة نعم وهذا أمر غير مستغرب أستاذ علاء نحن الآن نتكلم كما قلت لك يعني هذه الانتخابات ستحدد وجه أمريكا لأربع سنوات قادمة هوية أمريكا لأربع سنوات قادمة هذا أمر ليس بالهين هذا سيؤثر كما قلت لك على مستوى السياسات الداخلية وأيضا على ملفات كبيرة جدا وستراتيجية ومؤثرة بشكل كبير على الأمن القومي الأمريكي لذلك الأمر ليس بالسهل من أوصل الأمور إلى هنا؟ أنا برأيي أولا يعني هذه ضريبة القوة يعني أمريكا كدولة محورية في العالم وهي تقود العالم الآن وهي الدولة الأقوى في العالم لا شك أنه يعني هي باعتبارها الدولة الأقوى في العالم نعم هي هذا تلقائي يأهلها أن تلعب دور في كل الملفات على مستوى العالم لذلك تغير في سياستها سينعكس سلبا أم إجابا تغيرا في هذه الملفات لذلك هناك يعني اهتمام من كل العالم بهذه الانتخابات هذا فرضه الدور الأمريكي وأيضا أيضا كما قلت لك شخصية ترامب شخصية ترامب وأداؤه السياسي الذي كان يعني متصادما أو مغيرا لأسياق التاريخ السياسي الاجتماعي الأمريكي فبالتالي هذا الموضوع يعني خلق نوع من الجدل داخل المجتمع الأمريكي ولذلك الآن كما قلت لك الآن سباق على استعادة هوية أمريكا من قبل الديمقراطيين يعني هم يعتبرون أنه الآن أداء ترامب خلال الأربع سنوات الماضية كان يعني فصل أمريكا عن هويتها الكلاسيكية التقليدية واذهب بها إلى مكان آخر يعني البعض وصفها بأنها مرحلة فاشية مرحلة عنصرية مرحلة التطرف مرحلة إلغاء الآخرين تكميم الأفواه سميها ما شئت ولكن هذه كانت المرحلة وهذا الانقسام إلى هذه الدرجة في المجتمع الأمريكي وهل ترامب حاول الآن من خلال حملتي الانتخابية أن يرهب الناخبين أنه لما ينتخب ترامب رايحين لفوضى نعم جايا يعني ترامب أو نحرق البلد سؤال مهم جدا جدا لأنه حقيقة جزء كبير من هذا التصحات عمين حكي عن اتصالات لبيوت أمريكيين تطلب منهم البقاء في منازلهم نعم يعني جزء كبير من هذا الموضوع كان بروباجندا القصد منه هو التهويل بمعنى إذا ذهبت أنا ستكون الفوضى يعني على نمط بعض البلدان عندنا فلان أو يحرق البلد يعني فلذلك نعم هو كان جزء منه مقصود أنه نحن يعني لأنه أستاذ علاء لنقوم واقعين بغض النظر عن شخصية ترامب اللي هي شخصية استعراضية ولا يعني لا يلق بها يعني عالم السياسة بشكل كامل ولكن نحن لن نستطيع أن نقول أنه ترامب هو يعني يخطط لوحده ويتكلم لوحده هناك مستشارون يعني متضلعون في السياسة الأمريكية وهناك مستشارون أيضا يعملون على إنتاج خطابات الرئيس وإطلالاته وتنظيمها ويعني ماذا سيتتكلم أنا برأي أن هؤلاء كانوا يقصدون أن يوصلوا رسالة إلى الناس تؤثر على لاوعي الناخب الأمريكي وتدفعه إلى القول بأنه أنا أريد السلامة ولا أريد الاضطرابات الداخلية فبالتالي لا انتخبه ترامب يعني هي بهذه البساطة أنه طالما أنه زهاب ترامب سيؤدي إلى اضطرابات لا نحن نريد السلامة لأنه الاضطرابات في زهنية الناخب الأمريكي اضطرابات هذا يعني مشاكل داخلية هذا يعني تأخر اقتصادي هذا يعني تأخر على المستوى المعيشي الداخلي الأمريكي فبالتالي هذا الأمر يخيف أنا برأيي الناخب الأمريكي وربما يؤثر عليه نفسيا أنه انتخب ترامب أو سيؤدي بك الأمر إلى الدخول في متاهة ربما تؤثر على مستوى معيشتك على اقتصادك على رفاهيتك على كل هذه الأمور الحديث عن التسلح يعني صاحبة أحد المتاجر تقول يعني نأتي بالسلاح بالبضاعة يتم شراؤها في يوم واحد يفرغ المحل من أي قطعة سلاح نعم نعم هذه الحالة كما قلت لك أستاذ علي القانون الأمريكي هو يسمح للمواطنين الأمريكيين في حالة وجود خطر أو إحساس بالخطر بشراء واقتناء الأسلحة هو أصلا قبل حتى هذه الحالة سلاح أو شراء السلاح في أمريكا هو أمر متوفر وحتى حصلت مشاكل كبيرة نتيجة المجازر التي كانت تجري في بعض الجامعات أو التجمعات البشرية نتيجة أنه إنسان يشتري بندقية يكون عنده مرض نفسي ويذهب ويقوم بمجزرة يذهب ضحيتها عشرات الناس وكانت هناك ضغط لتقييد أو لتغيير هذا القانون ولكن لو بالسلاح في الكونغرس كان يضغط باتجاه إبقاء هذا القانون فإذا شراء السلاح في أمريكا هو أمر عادي واعتيادي ويمكن لأي إنسان أن يشتريه أو يقتنيه الآن عند وجود هذا الجو من الخوف والإضطرابات وربما أنه نحن قادمون على الويل والسبور وكبائر الأمور نعم هذا الأمر سيشعر المواطن الأمريكي بالخوف وبالتالي سيدفعه إلى شراء السلاح لحماية نفسه خاصة أننا شهدنا بوجهة عنف وإضطراب قبل أشهر ربما والخطاب السياسي يعني عالي النبرة فبالتالي هذا ينبئ ربما بإضطرابات فبالتالي نعم هذا حركة بيع السلاح وشرائه الآن بشكل كبير جدا جدا كما قلت لك أنا هناك شركة كبيرة جدا جدا في مجال أسلحة مشهورة جدا في أمريكا أنا نسيت اسمها زهب اسمها عن بالي أصدرت قرار بوقف بيع الأسلحة قالت لأنه كمية الأقبال على شراء الأسلحة كبيرة جدا فبالتالي أصدرت قرار بمنع بيع الأسلحة ثم اضطرت في اليوم الثالي إلى التراجع عن قرارها وعادت إلى بيع الأسلحة كانت تشتكين لهذه الدرجة الأمور تبدو هشة معقول هذه أمريكا أقوى دولة في العالم هي هشة ليست هشة أستاذ علاء نعيد ونكرر أنه شراء السلاح هو من ضمن القانون الأمريكي هل أنت حدث فقط عن أسلحة خفيفة سلاح فردي يعني حتى الآن الظاهر أنه سلاح فردي ولكن أقول لك أنه هذا التحرك هو من ضمن القوانين الأمريكية لأنكم واضحين هل ما يحصل الآن في أمريكا هو انقلاب على القانون وهو عبارة عن حالة فوضى خرجوا بموجبها عن القوانين الأمريكية أبدا هم ما زالوا ضمن القوانين يعني القانون يسمح لهم باقدم الأسلحة بشراء الأسلحة ولكن الشراء أو rate of يعني نسبة أو الأقبال على شراء الأسلحة هذه النسبة تختلف باختلاف ربما الظروف في الأمور في الأيام العاضية كانت نسبة للشراء ربما متدنية فقط الذين يهتمون بهذه الأسلحة يحبون الأسلحة أو يعني عندهم أشغال بهذه الأسلحة يشترون الأسلحة الآن ارتفاع منسوب الاضطراب الداخلي والخوف من أعمال اضطراب وعمال عنف ربما تلحق أو تعقب الانتخابات الأمريكية هذا رفع من منسوب شراء الأسلحة ولكن ما زال ضمن القانون الأمريكي الذي يتيح شراء هذه الأسلحة لذلك هذا الموضوع ليس خارجا حتى الآن لم نشهد انقلابا على القوانين الأمريكية متى سنشهد هذا الموضوع ربما إذا أعلن النتائج وقام أحد الأطراف الذي يرجح أنه ترامب بعدم قبول النتائج التي أفرزتها الانتخابات الديمقراطية الأمريكية ودع أنصاره إلى النزول إلى الشوارع وقاموا بحركات اضطراب نعم هنا سنكون أمام مشهد انقلابه على الديمقراطية الأمريكية والدخول في دوامة عنف لا ندري إلى أين ستصل أنا لا أرجح أن تصل إلى مستوى الحرب الأهلية ولكن على الأقل لن يكون المجتمع الأمريكي بعدها كما قبلها طيب بما أنك أشرت إلى تلويح ترامب بعدم قبوله للنتائج سأعود لموضوع الميليشيات والتسلح والأسلحة لكن خلينا نشوف هذا الفيديو لترامب ماذا قال عن احتساب بطاقات التصويت المبكر بعد يوم الانتخابات نتابع هذا الفيديو معكم مشاهدين فضلوا والآن لا أعلم إذا كانت هذه الأمور ستتغير لأننا سنتحرك مع محاميين في ليلة الانتخابات وبمجرد انتهائها شكل ما رح يقبل بالنتيجة ترامب إلا إذا كانت لصالحه نعم هو كل خطاب ترامب قبل ضمن حملات الانتخابية كان نوع من التمهيد لعدم قبول وأنا برأيي أنه نعم سنذهب إلى حالة عدم القبول إذا كان الفارق لصالح بايدن ولكن في صالح بسيط إذا كانت لصالح بايدن بنسبة عالية جدا جدا ربما سيكون هناك استياء وردد فعل والذهب إلى المحاكم وهذا أمر طبيعي لأنه مسموح ضمن مهلة انتخابية أن يقوم محاموه أو المشاركون في الانتخابات ضمن الأحزاب بالتقدم إلى المحاكم والذي يبط في هذه المسائل هي محاكم الولايات وليست محاكم سيبريم كورت أو المحكمة العليا فإذا قد يكون هناك خطوة لجوء إلى المحاكم قبل إجتماع مجلس المحاكمين والمجلس الانتخابي الصادر عن كل ولاية للتصوير في 6 يناير أو 6 كنون تاني من سيكون الرئيس يعني هي ستكون الأعلان الرسمي ترامب حتى الآن كل خطابه هو تمهيد أنه أنا لن أقبل بنتائج الانتخابات إطلالة ربما وعد فيها أن يلتزم بالنتيجة يعني هو نريد أن نرى السياق الذي قال فيه هذا الكلام وهو أنا برأيي أنه دائما كلامه ملغوم يعني حتى لو قال هذا الكلام ولكن دائما نربطه إذا كانت الأمور بخير إذا كانت الأمور تمام إذا كانت هناك تحسن سننظر ونرى يعني هو دائما حتى عندما سؤل أنه هل سيكون هناك يعني انتقال سلمي في حال فوز بايدن قال سنرى الأمور يعني نعم سنرى الأمور هو لا يقول نعم ولكن دائما يقيد كلامه بأنه إذا كان الأمر حسن إذا كان الأمر على ما يرام طيب ما هو معيار على ما يرام أنا برأيي معيار على ما يرام هو ما يكون في مصلحة يعني ترامب طيب هذا يعني شيء جديد في السياسة الأمريكية نعم طبعا لذلك قلت لك يعني البعض يعتبر أنه ترامب تغير من وجه السياسة الأمريكية يعني أستاذ زعلاء يعني هنا لو دخلنا قليلا في يعني في مبحث فلسفي يعني سياسي موضوع الديمقراطية قائمة على فكرة أنه الشعب هو الذي يقرر هو الذي يعني هو معيار التحسين والتقبيح في المجتمع هو الذي ينتخب وهو الذي يحدد شكل السلطة ومن سيمثله في السلطة ومن سيحكمه فبالتالي لكن هذا لم يحدث بين كلينتون وترامب يعني إذا حسبناها كأعداد ناخبين هيلر بتربح لا هو ليس هذا المقصود يعني بمعنى ليس المقصود ليس المقصود عندما نتكلم عن انتخاب الشعب في بعض الأحيان واليوم يقال ستتكرر الصورة أنه نعم سيربح بالمجمع الانتخابي ترامب بينما كأعداد ناخبين ستكون الكفل الصالح بايدن نعم لكن أستاذ علاء بالنهاية يعني ممكن أن يرد على هذا الكلام بأنه أصلا هذا النظام اللي هو النظام الانتخاب غير مباشر الذي أقره هو الشعب فبالتالي عندما يلتزم به الشعب هو التزم بمختاره ابتداءا ممكن باختصار تشرح اللي سريعا نعم الانتخابات الرئاسية في أمريكا تجري يسموها انتخابات غير مباشرة يعني بمعنى ليس الناس الذين يذهبون مباشرة ويصوتون لصالح ترامب أو لصالح بايدن أو لصالح أي المرشحين للانتخابات الرئاسية وإنما يتم في كل ولاية انتخاب ما يسمى بالمجمع الانتخابي هذا المجمع الانتخابي هو عبارة عن أعضاء هذا المجمع الانتخابي أعداده في كل ولاية مرتبط بعدد سكان الولاية لذلك هناك ما يسمى بالولايات الوازنة كما تتكلم عن كاليفورنيا هناك 29 صوت 29 مقعد هناك مثلا يعني ولايات أخرى نتيجة أنه عداد سكانها متدني هي غير وازنة قد تتفاجأ العاصمة واشنطن ثلاثة فقط ثلاثة نقاط في المقابل كاليفورنيا 29 نقطة طيب ما الذي يحصل يذهب الناس وينتخبون هذا المجمع هل سينتخبون المجمع الانتخابي الحزب الجمهوري أم الديمقراطي بالنهاية بالنهاية عندما يتم التصويت إذا حصل أحد المرشحين أو أحد الأحزاب على 51% هو يأخذ كل نقاط الولاية وليس 51% من نقاط الولاية يعني نعطي مثالا حتى يفهم المشاهد الكريم الصورة بشكل أكبر ولاية كاليفورنيا فيها 29 نقطة إذا انتخب أو إذا فازت لنقل بايدن 51% من أصوات كاليفورنيا صوتت لبايدن هنا بايدن لا يأخذ 51% من أصوات كاليفورنيا من 29 صوت وإنه يأخذ كامل الأصوات 29 صوت يأخذها بشكل كامل فبالتالي هنا يفسر لنا هذا يفسر لنا لماذا في بعض الأحيان أنه قد يكون الناخب حصل على أعداد تصويت أكبر ولكنه خسر بالانتخابات إجمال المقاعد والنقاط هي 538 نقطة 538 نقطة يعني لذلك يجب على كل مرشح للانتخابات الأمريكية حتى يفوز أن يحصل على 270 نقطة طيب الآن في كاليفورنيا 29 نقطة في واشنطن 3 نقاط في مثلا بينسلفانيا 20 نقطة فبالتالي في كل ولاية نرى من الذي فاز فيها وحاز على كل النقاط يتم جمع هذه النقاط حتى في الأخير من حاز على 270 نقطة وزيادة هو الذي يكون فائز بالانتخابات الرئاسية فبالتالي هذا يفسر لك لماذا أنه في بعض الأحيان كما حصل في 2016 هيلاري كلينتون حازت على عدد أصوات أكثر ولكنها في المجمع الانتخابي حازت على مقاعد أو على نقاط أقل فبالتالي لم تنجح في الانتخابات الأمريكية ما الذي يحصل؟ بعد أن تظهر النتائج الأولية ممكن أن الكلام عن فائز بالانتخابات الأمريكية ولكن فائز غير رسمي لماذا؟ لأنه كما قلنا هو نظام انتخاب غير مباشر بمعنى أنه الشعب ينتخب المجمع الانتخابي ثم المجمع الانتخابي هو الذي يقوم بانتخاب الرئيس ولكن لو قلنا أنه فيلادلفيا أو كاليفورنيا فاز فيها بايدن ب29 صوت وجمعنا الأصوات التي فاز فيها بايدن فوجدنا أنه تخطى الـ 270 نقطة هنا نقول أنه فاز بطريقة غير رسمية لأنه قطعا هذه المجمعات الانتخابية مجمعات الانتخابية ستنتخب بايدن ولكن متى تحصل الإعلان الرسمي عن الانتخابات؟ في 6 يناير 6 كنون الثاني سيجتمع المجمعات المجامع الانتخابية وستقوم بالتصويت بشكل مباشر لرئيس أو من سيكون الرئيس الأمريكي وبعدها ستكون هناك إعلان نتيجة رسمية للفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية فإذا هذا هو النظام الذي يحكم الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبالتالي كما قلتك هذا يفسر لماذا في بعض الأحيان كما حصل مع هيلر كلينتون في 2016 أنها حازت على عدد أكثر من الناس من الأصوات ولكن في النهاية عم استطع المقاعد لأن هذا النظام بهذه الطريقة هو كل يعني أما الكل وأما لا شيء وخرج حينها الناطق باسم حملتها الانتخابية وقال نقبل بالنتيجة طبعا طبعا ماذا لو خرج ترامب وقال نرفض النتيجة هنا إن كان هو الخاسر هل سيحرك هؤلاء شو رأيك نشوف هذا الفيديو فضلوا مشاهدينا يعني هذه مدرعات لم نعد نتحدث عن أسلحة خفيفة هؤلاء أنصار ترامب نعم ولكن حتى هذه المدرعات يعني الأسلحة التي تركب عليها هي أسلحة متوسطة معروفة يعني هي سلاح قريب من دوشكا يعني طلقته منها يعني يسمى أو يسمى على أنه سلاح متوسط يعني ما زال ضمن المعقول أو ضمن المقدور ضمن المقدور على ضبطه ضمن المقدور على ضبطه يعني هذا لا يستعصي على الحرس الثوري الحرس الثوري كما قلت لك أي حرس الثوري؟ عفعا حرس وطني نحن فكرنا عن الحرس الثوري لا هذا إذا كان حرس الثوري أصلا هو من أشد المهتمين الآن بما يجري في أمريكا وحق له مين مرشح الحرس الثوري بتقديرك؟ أكيد بايدن والله طبعا تاريخيا عم يسموه حسن بايدن نعم تاريخيا الإيراني كان خيارهم مع الديمقراطين لا حول الله نستطيع من خلال سياسة أوباما مع إيران أن نتبين لماذا وسياسة ترامب يعني دائما الديمقراطين عندهم مقاربة لموضوع الإيراني تختلف عن مقاربة الجمهوريين ولكن أنا أعيد وأكرر أستاذ علي أن هذا ما نراه الآن من هذه الأسلحة هي ما زالت ضمن المستطاع على السيطرة عليه من قبل الحالس الوطني يعني كما قلت لك لا يؤدي هذا السلاح الموجود في يد هذه الميليشيات إلى تقويد المجتمع الأمريكي أو إلى تهديم المؤسسات الاجتماعية والسياسية والأمنية ولكن لا شك أنه سيخلق مشاكلا كثيرة إذا تم استخدامه في الشوارع الأمريكية أنا برأيي سيؤدي إلى دماء كثيرة سيؤدي إلى دمار كثير وإن كان ستم ضبطه ولكن سيؤدي أسارة كبيرة جدا في المجتمع الأمريكي أو إلى انفصال ولايات مثلا؟ انفصال ولايات ليس بالأمر الهيئ خلينا سأتي إلى هذا السلاح الضالف فيدرالي في هذا الموضوع خطير جدا خلينا سأتي إلى هذه النقطة مهمة تتعلق بتدعيات لكن أصبح جاهزا معنا عبر خدمة سكايب المختص في الشأن الأمريكي معنا من نيويورك محمد مجلي أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك معنا أهلا بحضر كفا أستاذ محمد طبعا نتحدث عن حديث الساعة الآن السباق الانتخابي كيف يمكنك أن تنقل لنا الأجواء من عندك في نيويورك؟ الحقيقة يعني النهاردة في حالة ترقب شديدة جدا كان فيه تقرير مهم جدا من السي عي اي بيحذر كل المدن الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية في من اندلاع حالات عنف أول مرة بنشوف حاجة زي كده في أي انتخابات أمريكية أنا حضرت انتخابات أمريكية كتير أنا بقالي في الولايات المتحدة الأمريكية فترة طويلة يعني فلكن لأول مرة بنشوف تحذيرات رسمية من اندلاع عنف الموظفين هيخرجوا من شغلهم بدري المهاردة بسبب الخوف من اندلاع حالات العنف شايفين توامل أمريكي كثيف جدا آه حقيقة فيه يعني تخوف حقيقي نتيجة لأن يعني من الواضح جدا أن المعسكر المنتمي للرئيس ترامب هيرفض النتيجة في حالة خسارة الرئيس ترامب للانتخابات ففيه تحذيرات قوية جدا أن بالفعل ممكن يحصل حالة من الانفلات الأمن الشديد خصوصا وأنصار ترامب قارجوا في ولايات كثيرة جدا بالأسلحة بتاعتهم يعني مش خارجين الشخص بينتخب في الانتخابات بينتخب برشح لكن فكرة الخروج بالأسلحة دي فكرة برضو غير مسبوقة وكان في بعض حتى يعني من أنصار ترامب وقفين على بعض اللجان الانتخابية ورفعين الأسلحة بتاعتهم لكن الشرطة تدخلت الحقيقة وبعدتهم عن مقرات الانتخابية فمشهد في منتهى الغرابة لم يحدث فيه طب خليني خليني أستاذ محمد بما أنك بدأت بهذه الناحية ويبدو بأن هذا الحديث هو المسيطر على الانتخابات الآن بين المبالغة أستاذ محمد بين المبالغة وبين التقليل من هذا السيناريو أين الموضوعية هنا يعني حقيقة حقيقة الأمر الموضوعية يعني أنه ممكن يحصل حالات عنف لكن المبالغة أنه يحصل حرب أهلية أو يحصل انفصال ولايات ده كلام مبالغ فيه تماما ولن يحدث والدستور الأمريكي نفسه بيمنع انفصال أي ولاية أو أخرى أو حرب أهلية أو كلام ده ده كلام بعيد تماما عن الواقع لكن الموضوعية والواقع الموجودة على الأرض أنه بالفعل ممكن يحصل مصادمات ممكن يحصل انفلات أمني ممكن بعض يعني احنا شفنا الرئيس ترامب نفسه في يعني لما عاملوا القطاب الأول مع بايدين في المناظر الرئاسية يقوله اتكلم على البروت بويز البروت بويز دي مجموعة من البيض المتطرفين اللي بيحملوا السلاح ويعني أفكارهم بتنتمي للعرق الأبيض اللي يعني مفروض اللي لا يعلوا عليه وأنهما أحسن من الأجناس التانية كلها وأنهما لازم يسيطروا واتكلم عليهم بمنطقة الصراحة وقال لهم بي رادي يعني خليكم مستعدين فطبعا فيه إشارات كمان واضحة من الرئيس ترامب على يعني أنصاره أنهما يستعدوا للعنف في حالة خسارته للانتخابات الرئاسية موقف الحقيقة طيب يقول سيد محمد في المقابل ترامب يتحدث عن منظمة الأنتيفة منظمة الأنتيفة موجودة فعلا لكن ليست بعنف البيض المتطرفين اللي يعني النهاردة يعني حتى مكتبة مباحث الفيدرالي الأمريكية الـ FBI بيحذر من خطورتهم يعني خصوصا فيه الولايات الجنوبية فيعني موقف الحقيقة غريب يعني موقف غريب على الولايات المتحدة الأمريكية اللي احنا تعودنا فيها أن يبقى المشهد الانتخابي مشهد سالس مشهد طبيعي مشهد آمن من كل الحاجات الغريبة اللي احنا نشوفها دلوقتي طيب عندما نتحدث عن العنف أو مشاهد العنف المرتقبة ابقى معي أستاذ محمد دوتك كرمت هذا الحديث بتقديرك دكتور محمد المصري يتعلق بأماكن محدودة أحياء في واشنطن حول البيت الأبيض وغير ذلك في بعض المدن ربما أم لا نتحدث عن أجواء عامة في أمريكا الآن أجواء قلق وخوف وترقب من أعمال فوضى وعنف أشوف أستاذ علاء بن فرغ ما بين تعاطي الأجهزة الأمنية مع هذا الموضوع وما بين الواقع دائما الأجهزة الأمنية هي تتعمل أن تبالغ يعني هي من وظيفتها أن تبالغ بهذا الموضوع كما تفضل ضيفك الكريم أن هناك تحذيرات من السائي اي ومن الاف بي اي على خطورة الوضع وربما الأمور تذهب إلى اضطرابات دائما الأجهزة الأمنية تمارس نوع من الأمن الويقاء يعني تهول أمر قبل أن يحدث حتى تتلافى حدوثه أو حتى تقلل من خطره خطورة الحدث أو يكون الحدث خطير بشكل كبير لذلك هذا من ناحية يعني كيف تتعاطى الأجهزة الأمنية هذا عمل وهذه وظيفة الحقيقية والطبيعية للأجهزة الأمنية الواقع ربما لا يكون بهذه الخطورة ولكن كما قلتك الأجهزة الأمنية مضطرة أن تتعامل بهذه الطريقة أنا برأيي أنه الذي سيحصل إذا حصل شيء من هذا القبيل سيكون اضطرابات لن تعد كونها اضطرابات متنقلة في أماكن معينة ربما الأماكن التي فيها نوع من الانقسام الكبير أو نفوذ متساوي أو شبه متساوي بين الطرفين هناك بعض الأماكن التي هي محسومة كلها لترامب هذه ربما لن يحصل فيها أي شيء أو لبغدن لن يحصل فيها أي شيء أنا أتكلم هنا عن من يريد أن يقوم بالاضطرابات لن يقوم بالاضطرابات في منطقة ربما تكون هي بالكامل له ولكن في بعض المناطق التي نسميها مناطق متأرجحة يعني فيها نفوذ متقارب من الطرفين في هذه الأماكن ربما نشهد احتكاك بين الطرفين احتكاك بين لأنه دائما أعمال الشغب إما أن تكون أعمال الشغب من جانب واحد تكون عبارة عن تكسير وعن نهب وإلى آخر وأما أعمال الشغب من طرفين هنا نشهد أمور دراماتيكية بشكل أكبر هنا قد يكون هناك اشتباك مسلح بين الطرفين إذا كان الطرفين عندهم أسلحة هنا الخوف من بعض الأماكن التي فيها نفوذ كما قلت لك ما هو لا يذهب البعض بعيدا يقول لك كما نهار الاتحاد السوفيتي وتفكك هذه البداية الآن في أمريكا نتيجة الانتخابات اليوم أستاذ علاء موضوع الانتخاب أنا برأيي أن هذا التشبيه فيه نوع من السطحية لأن الاتحاد السوفيتي كان هناك ظروف موضوعية وظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية متراكمة عبر ربما أكثر من عشر سنوات أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي نحن لا نشهد هذه الأمور الآن في أمريكا أنا برأيي أن الاترابات التي ستحصل في أمريكا نعم ستترك أسرا في المجتمع الأمريكي إذا كانت هناك إسالة للدماء إذا كان هناك دمار في المجتمع الأمريكي إذا كان هناك حركات نهب ستترك أسارة في المجتمع الأمريكي ربما لن يتعافى منها مباشرة أو بشكل سريع ولكن لن تؤدي إلى يعني الكلام عن انهيار المجتمع الأمريكي أنا برأيي هذا كلام بعيد جدا عن الواقع فيه نوع من المبالغة البعض يتعمل المبالغة حتى هناك من يتمناه حتى في مناطقنا في بلدان في بلدان يقول لك أنه بالنهاية هذه أمريكا التي دعمت الأنظمة المستبدة في منطقتنا وما زالت تدعمهم تعمت الكيان الإسرائيلي للاحتلال في فلسطين قامت باحتلال أفغانستان والعراق تقوم بجرائم خلي ينهرها النظام إن شاء الله تكون هذه البداية هكذا يقول البعض يعني أستاذ علاء أصلا أي إدارة ستأتي لن تغير كثيرا في هذه القضايا المحقة للمسلمين ولكن هنا لست في وارد الكلام عن تمنيات الشعوب نحن الآن نعالج واقع سياسي نتعامل مع مضاياة سياسية واقعية لا الكلام عن انهيار المجتمع الأمريكي هذا كلام بعيد جدا جدا عن الواقع ما زال حتى الآن المجتمع متماسك ما زالت مؤسسات الأمنية قادرة على ضبط هذه الحركات لكن كما قلت لك يعني مجرد وقوع الاضطراب حتى لو صدرت عليه الأجهزة الأمنية سيؤدي إلى آثار سلبية في المجتمع الأمريكي ولكن هذا لا يعني أننا جاهبون إلى حرب أهلية أو إلى انهيار في المؤسسات السياسية والاجتماعية والأمنية الأمريكية التي تؤدي إلى حرب أهلية بالمعنى الاصطلاحي للكلمة هذا أمر برأيي فيه مبلغة كبيرة أستاذ محمد مجدي نتيجة الانتخابات ستكون بداية تفكك الولايات المتحدة الأمريكية كما حصل مع الاتحاد السوفياتي لا أعتقد ذلك الحقيقة ممكن فعلا تؤدي لانقسام كبير في المجتمع الأمريكي لكن لم تؤدي للولايات المتحدة الأمريكية دولة قوية دولة مؤسسات لا تعتمد على الرئيس لكن بالتأكيد اللي بيحصل ده بيعمق الانقسام في المجتمع الأمريكي بشكل الحقيقة كبير جدا عايزة أني لحضراتكم برضو صورة يمكن ما تكونش واضحة بعض المؤيدين السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية عاملين حملة كبيرة جدا لدعم ترامب يعني بشكل غير مسبوك على الفيسبوك وقاعدين يبعثوا رسائل الجالية المصرية هنا ويعني الناس مقطع نفسهم نفسهم يعني نظام عبد الفتاح السيسي في مصر مرعوب من فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وحتى كل الكوادر بتاعتهم اللي هما بيقوموا لما بيجيبوا اوتوباسات لعبد الفتاح السيسي لما بيجي زور أمريكا والحاجات دي كلها كلهم متحركين بشكل كبير جدا بيحاولوا يعملوا بعض التجمعات لدعم ترامب وبيكتبوا على الفيسبوك الصفحات الخاصة بتاعتهم لدعم ترامب واضح جدا النظام المصري الحالي مرعوب من فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أفهم منك بأنك انتخبت بايدن طبعا أنا انتخبت بايدن وأعتقد أن بايدن هيفوز أعتقد أن بايدن هيقدم فرصة أحسن لكمان المعارضة المصرية أن يبقى لها صوت ترامب بيدعم تماما عبد الفتاح السيسي في مقابل الطاعة المطلقة من عبد الفتاح السيسي للوقات المتحدة الأمريكية والإسرائيل طبعا يعني هي دي الديل اللي معمولة بين ترامب وبين عبد الفتاح السيسي لكن الحقيقة بايدن كانتكلم فأكتر مرة عن السيسي وقال أنه مش هيقبل بالممارسات اللي بيعمل عبد الفتاح السيسي في مجال حق الإنسان وسجن الصحفيين ومجالات تانية كثير فأعتقد أن بايدن هيبقى كويس لوقات المتحدة الأمريكية وكويس كمان لمصر اللي بتتطلع للحرية من النظام الديكتاتوري الموجود حاليا طيب مصر في كثير من الدول اللي ربما ستنتعش به وصول بايدن إلى الكرسي الرئاسة يعني نحن لا ننسى أنه ترامب يصف السيسي بالديكتاتوري المفضل سنأتي إلى هذه النقطة وهي مهمة تتعلق ببلداننا وانعكاس فوز ترامب أو بايدن على الأنظمة في منطقتنا لكن بموضوع المحرك اليوم أستاذ محمد مجدي اليوم للناخب في أمريكا ما الذي حرك الناخب اليوم إن كان باتجاه بايدن أو باتجاه ترامب هل مثلا موضوع أزمة فيروس كورونا الموضوع الاقتصادي ما هو المحرك الأبرز للناخب الأمريكي اليوم فيه أكتر من محور العمل الاقتصادي محور مهم جدا خصوصا بعد أزمة كورونا وسوء إدارة الرئيس ترامب لأزمة كورونا فيه برضو عامل مهم جدا هو عامل فكرة التأمين الصحي الرئيس ترامب بيحاول يلغي أوباما كير أو التأمين الصحي اللي كان بيغطي الأمريكيين اللي هما ما عندهمش تأمين من الشغل بتاعهم أو بيشتغلوا في المكان بدي لهم تأمين صحي فأتفاق أوباما كان عامل يعني تأمين يدي نوع من التأمين الصحي وده حاجة مهمة جدا في الوقت المتحدة الأمريكية لأن تكلفة العلاج غالية جدا للناس الغير قادرين يعني فرحية الرئيس ترامب عايز يلغي هذا التأمين الصحي اللي هو أوباما كير ده ممكن يحرم حوالي 124 مليون أمريكي من التأمين الصحي على عكس الرئيس بايدن اللي هو عايز يكمل أو يحسن من أوباما كير في الفترة السابقة ده يمكن من العامل الحاسمة جدا طبعا بالإضافة للعامل الاقتصادي وإضافة لسوء إدارة الرئيس ترامب لأزمة كورونا بشكل الحقيقة بشع احنا عندنا في الوقت المتحدة الأمريكية دي الوقت أكتر من 9 مليون حالة مؤكدة من فيروس كورونا عندنا أكتر من 230 ألف حالة وفاة من فيروس كورونا وللأسف الرئيس ترامب كان عارف بقطورة هذا الفيروس من شهر فبراير ولم يصرح للشعب الأمريكي بقطورة هذا الفيروس وكان ده مسجل يعني ولم يعني يهتم وكانت حجته في هذا الوقت أنه خايف على الاقتصاده ينهار وفي الأخذ الاقتصاد برضه نهار ويعني للأسف عدد الضحايا عدى 230 ألف شخص طبعا كرسة بكل المقاييس طيب هنا دكتور محمد المصري بتقديرك المحرك دائما يقال بأن الاقتصاد هو الأهم للناخب الأمريكي طبعا هو يعني كما قلت لك أنه الناخب الأمريكي أو ميزاج الناخب الأمريكي يحتاج إلى فهم بشكل جيد ويعني دائما يعني خطأ المحللين السياسيين من خارج أمريكا أنهم ينظرون أو يحللون الواقع السياسي الداخلي الأمريكي من خلال قراءة السياسة الخارجية الأمريكية الناخب الأمريكي لا يهتم كثيرا بالسياسة الخارجية يهمها على المستوى الداخلي الأمن الاقتصاد وخصوصا على الاقتصاد وهو هذا مرتبط بموضوع الاقتصاد موضوع الرفاهية موضوع تحسن مستوى العيش وظروف العيش هذه الأمور التي تؤثر على ميزاج النخبة الأمريكي فبالتالي موضوع الاقتصاد كما تفضل ضيفك الكريم ترامب لا شك أنه عندما بدأ مشواره في البيت الأبيض كان هناك تحسن في الاقتصاد الأمريكي ولكن أستاذ علاء إذا أردنا أن نكون موضوعين في هذا الموضوع لقولنا أن هذا التحسن هو سمرت ما زرعه أوباما قبله يعني هو لم يبدأ من الصفر أو لم يأتي ويقوم هو بكل هذا الانتعاش وإنما كانت مرحلة الانتعاش أو مرحلة الخطوات التي تسبق لأنه دائما في الاقتصاد نحن نقول أن انتعاش الاقتصاد يحتاج إلى خطوات إلى مسيرة هو السياق متصل هذا السياق بدأ في مرحلة رئاسة أوباما ثم استمر وجاء ترامب ليقطف سمرة هذا السياق وأن كان هو على مستوى الشخصي قام بعض الخطوات لا ننكر وخصوصا أنه فرض على الدول العربية نعمة الجزية وأيضا على الدول الأخرى وقام بأخذ الكثير من الأموال التي حولها إلى فرص عمل في الداخل الأمريكي أدت إلى انهيار أو عفا إلى الخفاض مستوى البطالة إلى مستوى تاريخي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ولكن كل هذه الإنجازات سواء كان هو الذي قام بها ابتداء أو هو ورثها عن سلفه أوباما عاد وهدمها في تعاطيه مع فيروس كورونا الذي أدى إلى انتشار المرض بشكل كبير كما تكلم ضيفك إلى عدد كبير من الوفيات إلى انهيار الاقتصاد وعودة البطالة إلى أن تكون بأرقام قياسية تأخر الناتج المحلي أو تأخر انخفاض النمو الاقتصادي في أمريكا إلى حدود 33% قبل أشهر نحن نتكلم عن أرقام كارثية فبالتالي لا شك أن هذه الأمور تؤثر بشكل كبير على النخب الأمريكي وأنا برأي أن هذه الأوراق التي كان يتغنى بها ترامب قبل كورونا خسيرها كلها والآن قد تكون هذه النتائج تحمل نتائج مأساوية عليه وعلى حزبه سيد محمد مجدد تعاطي ترامب مع كورونا بتخديرك كيف سيؤثر عليه؟ أعتقد أن تعاطي الرئيس ترامب مع أزمة فيروس كورونا تحديدا هتبقى هي السبب الأكبر في تغيير بعض الولايات التي كانت تقليديا بتاتخب الحزب الجمهوري غالبا هلوقتي هتتاتخب الحزب الديمقراطي لأول مرة بنتكلم مثلا على ولاية زي ولاية تيكسس ولاية تيكسس يعني غالبا كانت معظم الوقت كانت بتتصوت للحزب الجمهوري ولاية تعتبر حمراء دائما حاليا دلوقتي احنا نتكلم ان فيهم نفسها قوية جدا من تيكسس وبنشوف بايدن متقدم بنقطة واحدة تقريبا عن ترامب في آخر استطلاعات الرأي لا غالبا ده ما كانش بيحصل فحتى الولايات الجمهورية اللي كانت بتصوت غالبا للحزب الجمهوري وكانت بتعتبر ولايات محسومة تأثرت بسوء إدارة الرئيس ترامب وتحديدا لولايات الجنوبية وهتبقى هي دي القشة التي قسمت ظهر البعير وهتبقى هي دي السبب الأساسي في اخسار ترامب للانتخاباته حتى عفوا بالنسبة لتجربته الشخصية مع المرض وتصريحات صهره جارد كوشنر وأنصاره الذين طالبوه بإقالة ديفيد فاوتشي وهو المسؤول طبعا عن خلية الأزمة لمكافحة كورونا والله دكتور فاوتشي من أعظم الدكاترة في الوقت المتحدة الأمريكية ونتيجة الوضع الكارسي اللحمة وصلنا له حاليا في الوقت المتحدة الأمريكية بسبب عدم استماع الرئيس ترامب لنصائح فاوتشي عشان كده حتى أنصار الرئيس ترامب يقولوله فاير هم أو اترده فترامب رد عليهم وقال لهم بعد نكسب الانتخابات في معنى أننا هترده بعد نكسب الانتخابات كل الحقيقة يعني النصائح اللي وجهها دكتور فاوتشي لترامب لم يعبق بها ترامب تماما ومشوف ترامب وحتى في المجامعات الانتخابية اللي بيعملها يعني بتشوف حتى المؤيدين رئيس ترامب بيرفضوا أن هم يرتدوا الماسك أو الكمامة لحد من الانتشار كورونا والرئيس ترامب بنفسه السبب في أنه يعني أصابه المرض أنه هو كان دايما بيرفض أنه يتبع التعليمات الصحية ويتبع ويلبس الكمامة معظم الوقت على عكس ما بتشوف بايدن معظم الوقت لابس الكمامة بيستخدم التباعد الاجتماعي كل الحاجات دي كان طلب بيها دكتور فاوتشي ترامب وطلب حتى الشعب الأمريكي الناس كلها لكن ترامب الحقيقة ضرب بكل هذه التصريحات أو الريكمنديشنز عرض الحائط ويعني ده للأسف يعني أدى لوفاة أكتر من 230 ألف بني آدم في الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية يمكن ما قصرتش هذا العدد من البشر يمكن من عهد الحرب العالمية التانية فطبعا كارسة بكل المقاييس أعتقد بشكل كبير جدا أن ده هيبقى السبب الرئيسي في هزيمة ترامبا هزيمة ضخمة جدا النهاردة إن شاء الله تتفق مع هذا الكلام دكتور محمد مصري؟ طبعا طبعا يعني موضوع الكورونا يعني كانت من قصمة ظهر إذا صح التعبير ترامب ترامب كما قلت لك كان عنده ملفات قوية جدا قبل وباء كورونا ملف الاقتصاد ملف البطالة هذه الملفات يعني كان يتسلح بها وكانت دائما هي حجته في أنه يعني فعل ما لم يفعل سابقه ولكن تعطيه كرأسمالي وكتاجر مع وباء كورونا وهذا الصراع الذي كان بين الاقتصاد وبين الكورونا فهو تقديمه للاقتصاد على حساب كورونا ومما أدى الانتشار هذا المرض بشكل كبير ونتكلم عن عدد وفيات يعني كبير جدا 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 وانتشار المرض بشكل أكبر جدا جدا هذا كله قود كل ما فعله ترامب إذا كنا فعلا نقول أنه هذا الإنجازات هي من إنجازاته الشخصية وليست هي يعني من سابقه أو هو يعني ورسها عن سابقه طيب محامي ترامب أستاذ محمد مجدي في هذا السياق تحدث عن تحقيق معدلات نمو قياسية وعن ناتج محلي زاد بعد أربعة أشهر فقط من جائحة كورونا إذا كان الفيديو جاهز معنا ممكن نتابع هذا الفيديو وأسألك عنه أستاذ محمد مجدي لأختم معك أيضا تفضل المشاهدين هدينا معدلات نمو قياسية كل شهر ونتيجنا المحلي الإجمالي مثلا نمو هذا الشهر أكثر من 33% وهذا مذهل ويشكل زيادة بنحو ثلاث أضعاف أي رقم سجل إذن أستاذ محمد محمد ترامب يتحدث عن معدلات نمو كبيرة الحقيقة أنا مش عارف الكلام ده يعني هو جايبه منين الوضع سيء جدا نسبة البطالة عالية جدا ليس هناك أي وظائف يعني الوضع الاقتصادي في حالة مزرية لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من عهد الكساد العظيم اللي حصل في الإربعينات فأعتقد أننا في حملة انتخابية شيء طبيعي أنهم يقولوا الكلام ده لكن الكلام ده ليس له أي أساس على أرض الواقع تماما أختم معك تحسم اسم الفائز بتتوقع اسم فائز أو أن الأمور ما زالت يكتنفها الغموض أعتقد أن الفائز هيبقى بايدن لكن الموضوع أعتقد أنه هيزهب إلى المحكمة المستورية العليا لأن ترامب بيستخدم المحامين بتوقع حتى دلوقتي في التشكيك في نتيجة الانتخابات رغم أن نتيجة الانتخابات لسه بيتم فرز الأصوات ولسه فيه ناس وقفين في الطابير بتصور فالنتيجة أعتقد هتكون في صالح بايدن لكن حسم الانتخابات غالبا هيبقى عن طريق القضاء الأمريكي شكرا جزيلا لوجودك معنا المختص مشاهدين الأمريكي محمد مجدي أهلا ومرحبا بك دائما منورنا عبر سكايب في السيديو التاسع شكرا حياة يا فن حياة الله دكتور محمد المصري سنذهب إلى فاصل لو سمحت لنا مع المشاهدين الكرام ثم نعود لمتابعة هذه الحلقة من السيديو التاسع ضمن تغطية خاصة للانتخابات الأمريكية تفضلوا بالبقاء معنا مشاهدين ترجمة نانسي قنقر